لازم لنا فاروق صلاح نتعرف منه على آخر الأجواء من فندوق الإقامة بالنسبة للمباراة النهاردة ونرجع نكمل مع حضراتكم كلام برحب بك كابتن أيمن وبرحب بكل مشاهدين مشاهدة ومتابعي شاشة تقارات الدليل في كل مكان من هنا من داخل استاد الأهلوي السلام وقبل انطلاق مباراة الأهلوي وسيراميكا في ختام مباراة الدوري المصري الممتاز جولة الرابعة والثلاثين المباراة الأخيرة والجولة الأخيرة نتمنى يكون ختمها بشكل مرضي بالنسبة لجمهير النادي الأهلي وطبعاً زيما حضرتك استعرضته اتكلمت برضو على وجود اللعبة للنشئين أمثال محمد شرقية والنتاج اللي موجود أكيد بيبقى فيه إيجابيات وفيه سلبيات طبعاً يا كابتن أيمن وحدك واحد من كبتن طبعاً يعني عصرت الأجيال كتير جداً على مدار تاريخ النادي الأهلي بيبقى فيه إيجابيات فيه سلبيات لكل مرحلة خاصة أنت بتدفع بمجموعة من اللعبين النشئين في مرحلة من أصعب المراحل وطبعاً طبقاً لقرار مجلس إدارة النادي الأهلي قرار مجلس إدارة النادي الأهلي أنه هو يكمل ويستقنف مباراة النادي الأهلي باللعيب للنشئين خلينا أقول لك النهاردة المحاضرة الأخيرة أو تفاصيل يوم لعيب النادي الأهلي النهاردة كان في مقر قامة الفريق كان تناول اللعبون ووجبة الغداء كانت في تمام الساعة 11 صباحاً وكان مستر ريكاردو سواريش سبل الإفطار ما يكونش إكبار على اللعبين يا وجبة واحدة للعبين ثم كانت المحاضرة يعني معظم الكلام اللي تقال في المحاضرة هو كلام غلب عليه الطابع الوداعي شوي يعني الكلام اللي بتقال مع اللعبين أو الكلام من مستر ريكاردو سواريش ليه اللعبين يا ريت نختم استمتعهم النهاردة قال لهم كلام مهم جداً قالوا استمتعوا النهاردة بالمباراة استمتعوا بالمباراة الآخر ختام عايزين نختم المباراة بشكل مرضي أمام الجماهير أشاد ببعض اللعبين في الفترة الأخيرة يعني زي ما قلت لك كده من بعض اللعبين ممكن تحسها رسائل ودعة لكن خلينا أقول لك أن منذ لحظات أعلى مستر ريكاردو سواريش تشكيل النادي الأهلي لدي المباراة هيكون في حرص المرمى مصطفى شبير قدامه ثلاثة محمد عبد المنهم رامي ربيع وكريم فؤاد علي منو محمد سيد عبد النبي وعلى شمالهم محمد أشرف اتنين في دايرة المنتصف ميدو نبيل ومحمد فخري قدامهم مسلس جومي مكون من لويس ميكي سوني وأحمد عبد الآدر ورأس الحربة أحمد سيد غريب على مقاعد أبو دلاء النادي الآلي في هذه المباراة موجود سبع لعبين يا كابتن أيمن حمز علاء حارس المرمى رأفة خليل زياد طارق محمد حمدي محمد أحمد شرقية علي عمر ومحمد محمود سبع لعبين موجودين على مقاعد البودلاء أعيز أقولك أن هنا الأستاذ أو المسؤولين في الأستاذ الآلي ويهي السلام يعني الملعب جاهز على أفضل صورة وأفضل ما شاهد شايفينه لاستقبال هذه المباراة جمهور النادي الآلي الحريص أنه يكون موجود النهاردة لآخر مباراة جمهور النادي الآلي على الرغم من قلة عدده لكن أنه هو موجود النهاردة أنه يوصل رسائل اللاعبين أننا موجودين في ظهر اللاعبين أعتقد رسائل على الرغم من قلة عددهم لكن أعتقد وجودهم مؤثر جدا وصوتهم للعاب النادي الآلي أعتقد أن يكون لي تأثير كبير إن شاء الله في هذه المباراة ونتمنى الختام إن شاء الله بشكل مردي وزيما حضرتك سامة أدي صوت جمهور النادي الآلي يا كابتن أيمن أنا موجود معاك يا كابتن أيمن لو في أي استفسار أو أي تساول شكرا جزينا الروا لو حابب تكمل كمش يعني فيش مشكلة روا طبعا عبيبة كابتن